النهاردة، التحاد الكرة خاطب الأهلي والزمالك رسمياً باللايحة الخاصة بمباراة السوبر واللايحة بتنص على أنه إذا انتهت الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل هيتم اللجوء لوقت إضافي قبل طبعاً لعب ركلات الترجيح في حالة برضو لو انتهى الوقت الأصلي أو الوقت الإضافي والوقت الأصلي بالتعادل هيتم اللجوء لضربات الترجيح نتمنى والحقيقة يمكن أنا بشوف أنه لعب المباراة دي في الإمارات بيدي فرصة لظهور الوجه المثالي الوجه المثالي بمعنى الكلمة لجماهير الكرة في مصر يعني الحالة والروح وشكل الملعب والمدرجات مليانة بجماهير الأهلي والزمالك هناك ما ننكرش الحقيقة أنه غير صحيح برضو عشان ندي كل واحد حقه أنه الموسم اللي فات وحتى اللحظة دي الموسم الحالي جماهير الكرة في المدرجات على الرغم من قلة عددها لكن الحقيقة منظرها أكتر من رائع أنا مش هتكلم على فكرة الأعداد وفكرة الحضور لكل فريق الكلام ده يعني ما يهمنيش قوي لكن يهمني المشهد يهمني الحالة اللي بتعملها الجماهير في الملعب حالة افتقدناها لسنين طويلة جدا وأتمنى أتمنى أنها التجربة تكون نكحة ويزيد عدد في أجيال من عندنا من اللعيبة ما لعبتش قدام جماهير في المدرجات أساسا ما خدوش الإحساس ده ولا الروح دي وإحنا عارفين طبعا الجماهير هنا لما بتملق جماهير الكرة في مصر عموما والأهلي بشكل خاص لما بتملق مدرجات بتعمل حالة وبتعمل روح وبتدي دفع قد إيه فنتمنى إن شاء الله يبقى كرنفال للكرة المصرية أعتقد أنها مباراة هيتم مشاهدتها عربيا وحتى الروح اللي هو الملعب بين اللعيبة شفنا قد إيه الحقيقة كان فيها يعني رقي وفيها تخدر وده بيعكس في النهاية عظمة وحضارة الشعب المصري الكلام ده مش كلام جرايد ولا كلام إنشاء الكلام ده في محفل أو في حدث بحاج بوراة الأهلي والزمالك مهم جدا ورسالة مهمة جدا جدا في توقيت مهم قدام العالم كله طيب